ورجعنا لحضراتكم مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن عطية علم من علماء الأزهر للحديث عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإساية الغرب للرسول الكريم وسيدنا النبي وهذه الرسوم التي قدمت قبل مولد أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام أهلا بك فضيلة الشيخ شرفتنا أهلا بحضرتك الله يخليك تفضل يا فندي أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أولا كلنا نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبدأ بآية في سورة آل عمران لنعلم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعمة من الله إلينا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين خد بالك لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد منا لقد امتنا لقد أنعما فرسول الله نعمة من الله إلى البشرية كلها رسول الله نعمة من الله إلى البشرية كلها ولم لا ندافع عن رسول الله ولم لا نخص لقاءا كاملا عن رسول الله ليس الدقائق معدودة ورسول الله هو الذي نور العالم بل نور العوالم بل نور العالمين بأخلاقه وبمكانته وبرفعته رفع الله ذكره في القرآن ومدحه الله في أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وُلِد يَتيمًا وَنَشَأَ يَتيمًا وَعَاشَ كَرِيمًا وَهُوَ الَّذِي قَالَ صلى الله عليه وسلمًا أَنَا وَكَافِلُ الْيَتيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى فَعَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ الْبَشَرِيَّةَ قُلَّهَا التَّكَافُلَ الْإِجْتِمَاعِي رسول الله هو الذي علّم العالم علّم المتعلّم علّم الطبيب علّم كل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يمدحه الله بقوله وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَعَلَى هُنَا كَمَا يَقُولُ أَهْلُ الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ تُفِيدُ الْفَوْقِيَّةِ كَأَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوْقَ الْخُلُقِ وَلَيْسَتْ فَوْقَ أَيِّ خُلُقٍ وَإِنَّمَا فَوْقَ خُلُقٍ عَظِيمٍ الله أكبر يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو غيرت كلماته شلت يد الجاني وساء المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد لامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي يسيئون إلى رسول الله إن السفيه المتخلف الذي أساء إلى رسول الله ما هو إلا جاهل بقدر رسول الله ما هو إلا جاهل بقيمة رسول الله لا يعرف رسول الله ولا يعرف كيف يعلمنا رسول الله أننا نتعامل مع غير المسلمين بأخلاق الإسلام فضلا عن المسلمين يقف رسول الله ذات يوم وتمر عليه جنازة رجل يهودي فيبكي رسول الله وتذرف الدموع من عينيه الشريفتين فيقولون له يا رسول الله إنه رجل يهودي فيقول أليست نفسا وفي رواية أخرى يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أبكي لأن هذه النفس تفلتت مني إلى النار أيها الخبيث كيف تسيء إلى النبي وأنت لا تعرف قدر النبي كيف تسيء إلى رسول الله وأنت لا تعرف شخصية وما هي رسول الله إن غير المسلم هو الذي ألف كتابا العظماء مئا وأعظمهم محمد بن عبد الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لما دمت قدماه لما دمت قدماه لما عاد من الطائف ودمت قدماه الشريفتان وأتى إليه ملك الجبال وقال مرني فأطبق عليهم الأخشبين فقال دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله طيب سؤال يطرح نفسه حتى لا أطيل سؤال يطرح نفسه ما واجب ناتجاه رسول الله وكيف ندافع عن رسول الله أيها الأحبة أيها المشاهدون أيها الأكارم أيها الآباء أيها الأمهات نريد أن نتعلم سيرة رسول الله نريد أن يكون رسول الله خلقه كما كان خلقه القرآن وكما كان قرآنا يمشي على الأرض أن نكون مثل رسول الله مثل رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر سؤالا ثانيا هل المقاطعة للمنتجات الفرنسية وللبضائع الفرنسية هل هذا جائز شرعا نعم أنا أدعو أدعو الصغير قبل الكبير أدعو الذكر والأنسة أدعو العالم والمتعلم أدعو كل الناس أن يقاطعوا وبفضل الله بفضل الله سابق وتسارع معظم الهيبرات ومعظم المركات ومعظم الأسواق في التخلص من هذه البضائع والمنتجات هذا أقل ما يجب أيها الأحبة الأكارم فضيلة الشيخ إحنا بنضم صوتنا لصوتك وللأسف ده همنا الوقت وإحنا بنختتم برضو بقول رئيس الجمهورية في آخر احتفالية بمولد النبو الشريف لما قال حرية الرأي لابد أن تتوقف عند جرح مليار ونصف مسلم فأنا حضرتك بنحييك وبنشكرك جدا وحضرك تتفضل بالدعاء وأنا بشكر السادة المشاهدين جميعا وأشكركم إن شاء الله في الأسبوع القادم حلقتنا خمسين دي أتفضل حضرك تتقدم بالدعاء اللهم صل على نبينا محمد في الأولين اللهم صل على نبينا محمد في الآخرين اللهم صل على نبينا محمد في كل وقت وحين اللهم شفع فينا نبيك ومصطفاك اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا معه في عليين اللهم إنا نسألك لنبينا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة اللهم ابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد